اليوم درسنا انا اه عن فريزا الفيربس فريزا الفيربس معناها افعال تركيبية ولكن كونكتد ويذة ترافيل كونكتد ويذة ترافيل يعني متعلقة بالسفر يعني افعال الى علاقة بالسفر حكينا درس الماضي انا فريزا الفيربس افعال تركيبية معنا ليس منها افعال تركيبية لان بتتركب من فعل زائد حرف جر من فعل زائد حرف جر او ممكن يجي فعل بعد حرفين جر او ممكن يجي فعل زائد ضرب هاد الحكي حكينا بالدرس السابق وانا بالافعال التركيبية الجزء الاهم هو حرف جر لانو حرف جر اذا تغير يتغير معانا المعنى مسلا لوك ات ينظر الى بعدين لوك فور صغيرنا حرف جر ات حاطنا بذل له فور صارت لوك فور صارت يا بحث عن زانة لوك اوت لوك اوت انتبه معنا انتبه او احدى فهون باللوك ات و لوك اوت الفعل عم يبقى نفسه لكن حرف جر عم يتغير كل ما تغير حرف جر عم يتغير معانا المعنى فالحرف جر هو الاهم لانه هو يغير المعنى درسنا اليوم المقطع الاول يعني اه تمرين اكسرصيز ثري اه اه رقمه اه موجود بكتاب السيدن بوك البيتش ايتي فايف صفحة خمسة وثمانه السؤال هون عملونا بلون ازرق read this description of somebody's journey يعني اقرأ الوصف لرحلة شخص مرد السؤال هون عملونا replace معناها استبدل the phrasal verbs الافعال التركيبية من واحدة سبعة هون يعني بتمرين with the correct form بالشكل الصحيح of one of these words or phrases يعني هالعبارات هالكلمات هؤلاء هون باللون الابيض موتوب الخط الابيض بدنا استبدلها بالكلمات المحطوطة هون اللون الاسود بدنا نشيله بدنا حط بدالها كلمة الى نفس المعنى كلمة الى نفس المعنى يعني بدنا نشيل الفعل التركيبة يعني بالمقطع القراءة هون بلون الاسود غامق هون الفعل التركيبي بدنا نشيله نحن الى هالفريز الفيرب ونحب داله كلمة الى نفس المعنى كلمة الى نفس المعنى يعني شرح الفعل التركيبي في عنا كلمة land جاي بمعنى طهبة الطائرة land جاي بمعنى طهبة الطائرة leave يغادر او ينطلق leave يغادر او ينطلق او يذهب خلينا قول leave the ground leave يغادر the ground الارض leave the ground يغادر الارض يعني هون جاي بمعنى تقلع الطائرة let someone get out let someone get out let يعني يدع او يترك someone شخص ما get out يخرج يعني ينزل من السيارة register register معها يسجل يسجل المعلومات واحد يواصل على المطار بدي معه الباسفورد يواصفر بدي يسجل معلومات واحدة register stop to collect stop to collect يتوقف ليوصل يعني سيارة بتوقف لا توصلك لا تحتك الى محل تانية لا توصلك stop to collect arrive يصل arrive يصل هلا بالنسبة للاول سؤال we set off for the airport at seven thirty in the morning يعني انطلقنا نحن انطلقنا الى المطار في الساعة السابع ونصف صباحا وهون كلمة set off انطلقنا set off انطلقنا بدا نشيلها هاي set off هالفعل التركيبي الفريز الفيرب بدا نحط مع بدا لها كلمة من فوق من المستطيل اه الى نفس المعنى هلا اذا شدنا اه set off انه معناها انطلقنا يعني غادرنا بنشيلها set off محط بدالة كلمة الى نفس المعنى شو هي الكلمة اللي بنحطها من فوق من الجدول او من المستطيل طبعا اكيد فنحن هوني اه فينا نشيل انه set off محط بدالة اه ليف 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 يغادر يعني ينطلق ليف يغادر يعني ينطلق فين نقول وي ليف بنحول للماضي طبعا we left for the airport at seven thirty in the morning هوني هاي موجود بالنص اه بالمربع او بالمستطيل باللون بالحاضر البسيط نحن يعني فين نحول للماضي بسيط يعني المهم set off ينطلق او يغادر هي نفسها ليف as soon as معناها حالما او بمجرد حالما وصلنا بمجرد وصولنا الى اخرين as soon as حالما we got to the airport حالما وصلنا الى المطار got to بمعنى وصل الى المطار we checked in اخذناها درس الماضي check in شو معنىها شو معنىها check in يسجل يسجل المعلومات اخذنا درس الماضي انه check in معناها يسجل المعلومات انه واحد اول ما بوصل للمطار بياخده منه معلومات من جواز السفار فمنقول check in فcheck in يسجل المعلومات بدنا نشيل check in اي كلمة نحطة بدلها بالنص register 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 هي نفس معنى كلمة check in ولكن register فعل عادى بينما check in او check in هي فعل تركيبة او صلاحة 5 او 45 minutes later بعدها 45 دقيقة our plane took off طائرتنا took off انه معناها اقلعت او اقلعت فبنشيل الفعل took off الفعل التركيبة نحط بدلها فعل عادى اللي هو شو leave leave the ground leave the ground ما بس leave لحالة leave the ground leave the ground معناها اه اذا مترجمها ترجمة حرفية تغادر الارض هاي ترجمة الحرفية الى لكن الترجمة الصحيحة المنطقية هي تقلع جايب معناها تقلع فهون منشيل took off هي نحط بدلها نحنا leave the ground we touched down on time شو معنات on time اه في الوقت المحدد في الوقت المحدد يعني الساعة 5 وصلوا اه من المفروض كانوا وصلوا لساعة 5 تماما we touched down شو معنات touch down كمان اخدنا هذا درس الماضي اه هبطنا هبط يعني الطائرة هبطت يعني نحن هبطنا يعني الطائرة هبطت on time في الوقت المحدد touch المعنى الحرفي الى هي يلامس down يعني الاسفل يعني يلامس الاسفل طيارة نزلت التحت يعني فينا نقول هبطت الطائرة unfortunately unfortunately لسوء الحظ nobody لا احد had turned up to meet us at Madrid airport يعني لا احد لم يحضر احد لمقابلتنا في مطار مدريد هون turn up turn up جاي بمعنى شو يحضر او جاي بمعنى مثلا يصل فبذلك نحن turn up اللي هي بمعنى يصل او يحضر نحط بدلا فعل عادي ما هو فعل تركيبة شو ما نحط arrive يصل arrive اكيد arrive فnobody had arrived في نقول nobody had arrived to meet us يعني لم يصل احد لم يحضر احد لمقابلتنا او في نقول nobody had turned up انه ما في فرق بناتهم خالص الفرق انه الarrive اللي بالمستطيل هي فعل عادي بينما turned up اللي باللون اسود هي فعل تركيبة فعلين اللي نفس المعنى نيتهم صحيحات اذا استخدمناه لذلك تتصلنا بسيارة اجرا بعد حوالي عشر دقائق التاكسي picked us up شو معنى pick us up pick up pick up pick up انه درس الماضي كمان حكينا انه يوصل اذا انت بتقول له واحد مثلا ووصلني على البيت pick me up مثلا خلنا نقول جاي بمعنى يوصل او يقل باللغة الفصحة يعني اا اا فين اقول يقل اقلني السيارة اقلتني الى المنزل جاي بمعنى يوصل يعني بياخدوا بيوصلوا بالسيارة فنحن بدنا نشيل الكلمة picked up نحط بدلها شو بنحط بدلها اي فعل الفعل هي او الكلمة اا كلمة اا stop to collect يعني يوصلني بالسيارة وقفت السيارة لا توصلني stop to collect stop to collect فهون اننا بدل picked up حاطنا stopped to collect drove us into the city يعني اوصلتنا drove us اوصلتنا انت ودفتي الى المدينة and ودي نزلنا بالسيارة شو بنقول drop off نزلنا بالسيارة معنىها drop off and dropped us off واننا انزلتنا انزلتنا outside our hotel او اوصلتنا الى خارج فندقنا مباشرة اننا drop off انه هون بالنسبة كلمة drop off ينزل انت بعد ما وصلت تنزل فdrop off pick up بيوصلت وطلع السيارة عشان يوصلك drop off وصلت وبدت تنزل هلا انت فdrop off بدنا نشيل ان احنا حط بدلها شو نحط بدلها اي كلمة let get out اكيد من حط بدلها هي الكلمة الاخيرة let someone get out يعني ينزل شخص ما من السيارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة